السلام عليكم متتبعين الكرام هذا سيد واخد صمع سيئة وكان في الحومة وكان يقوم بعدة ساريقات يدخل و يخرج للحبس من بعد اعتاب من بعد اعتاب من بعد اعتاب ان اصحافي تبس لم يكن احياتي كاملة ديرها فشخص اصحابه كاملين قراء و كاملين يخدمون و كان يدر بيع و شرية فهنا يبقى له الحل الوحيد هو يدر بيع و شرية كان يدر بيع و شرية في الخضراء و الفواكه بعد المرة يعمل في المارشين ليس يجب بين النهار و كان هناك لديه امه و اخته و كان يدر بيع و شرية و كان يدر بيع و شرية و كان يدر بيع و كان يدر بيع و شرية و خدامه في محل الخياطة خدامت مع معروفة عند شخص سيد قديم عارفة بأنها مطلقة ومعطة بأنها عند شخصة بنتها فقال لجعلها مهمة تحديد المشاكين فقالت ما تخدم كانت تخدم وقامت عند شخص سيدا يعني شخص سيدا مسكينة درويشة درويشة جدت باقة صغيرة شخصت خيط عند شخص القميجة بدأت تتخذها ويقومت بفل هضراء هذه الأختي عارفة بأنها أريد أن يقلب على شيء مرأة وهي قتلت أن يكون هناك أنا أجلب لك المرأة المزيانة والمرأة الوائرة وكانت خطيرة في الهضراء وشاهدت هذه الأختيار كأنها غنية وعرفت أنها أصلا باغة شيء واحدة مثل هو الذي يسكنها معهم وهي خاصة شيء واحدة التي تكون ديرها تحت الصباط بدل المفهم هذا لا يريد شيء واحدة تكون بحالها شيء واحدة التي يشاطى ماطة وقادة التي قد تسنطح معها وتعرف كيف تلعب على الرجل والأخي لا يريد أن يكون كيفما كان ركال العيلة التي قدت تقدم بشرة منه فهذه السيدة أعرفت بأن هذه السيدة بأنها مسكينة نية بأنها تقرأ يعني دائرة العفاق وخطيت بعض المعلومات لها بأنها تقرأ بأنها تقرأ بأنها تقرأ حتى تصبح المجدد الأقام يحصل على تقرأ بأنها تقرأ بأنها تقرأ ومنها تقرأ فأنت تخدم المعلومات حيث كيف يوجد ساكلة ساكلة وقريبة ساكلة ثم أحبت أنا أعرف أحد الرجل واحد الرجل تجير بأنها تجير أتناء بخضرات ولا تقرأ في المواد الغذائية وتسيد لعمرها السلعة وتسيد باقي صغير وراناوية الزواج وكنت لا بنت لي بنت الناس والله يمن يجيبون لك وهي هكذا الدور عليها تتفرج لها تتفرج لك ما يقول المثال تتفرج لها الزربية لما تطلعها فوق الزربية وتجرها بها تحش لها الرجلين فقنعاتها تسيدة بالفعل قنعاتها بأنها خصت زوج والخراج تشوف راسبينها تقرأ وبأن بعض المواد صعب لتدخلهم فقنعاتها بعد أول تهجير لديه الحانوز وقنعاتها ولكن الدور يسكن مع والدهم لأن أمها مسكينها مريضة ومقدش يخليها بوحدة فبدأت تقنعها ورأتها تصويرها بالفعل ولكن تصويرها لا علاقة تصويرها تصويرها بالقوصة ومشت شعرات ومخبيتها لأنها تكاملة ضرابة كأنها جيدة ورأت تقنعها وقال لي أن أرى شيئا بالنسبة لك وأنت أكتب أن تكون هناك أشخاص وإنك أشخاص وإنك أشخاص وإنك هذه القاملة هناك فرصة الأخيرة لأنها تصويرها وإنك تريد أن تصويرها عندما تصويرها وعندما تصويرها لأنها تصويرها وجدت أنها تصويرها وقال لي وأنها لا يعرف ذلك فقال لي وقال لي مؤسسة التواصل الاجتماعي والجهجة سوف يأتي لك للدار يخطبك بالفعل السيدة عقلت وقعتها دارهم وقعت لهذه وقعتهم واحد نار وقعت السيدة عقلتهم في المعاحل وقعت أخوه وقعت الأساس أنه هو أخوه يعني هو سيدة بغي جاءتهم بالفعل جديد البنت بدأت تسلموا وقعتهم برداتها بدأت أميها أشياء أميها أميها وقعت أنه مرأة حلال وقعت بحالها وقعتهم الدار قلت لهذه السيدة أريد أن أأتي معه في الخطبة أنا أمر مجرد من الأساس أريد أن أرى أن تبدأ على عينها واباة أنها أحتار منه وقعته أي وقعتها بعد الدار بالفعل ناجح في البرد لدي الاب السيدة لديه أحد الأب كبير جدا هذا يتيج من الأختي صغيرة زي كثيرا في الكاترية لا أعرف أمسكينيه أي شيئا وكان عندهم أحد خالهم يوم يوم الأصابة يوم الأصابة لا يوم الأصابة غير قريبة خفز قليلا شاهدت السيد هذا يقول لهم قلت معه في الخطوبة قالوا ان انا رغيت ان اخطبها هذا السيد وانا اعني 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 ان اعجير كبير وأكتريا شاهدوا ان حضراته لا تتكلم وشاهدت أكتريا البنت التي اخته هي التي تتكلم بزاف بالفعل اه اب شاف البنت ارهاب موافقة بحيث تشرع عودة الام يعني توا وافق قالوا اسيدي جابوا واحد الخاتم ركبوا له فيديه وكان خاتمي يعني غامل نقرة ماشي سديل الدهب ركبوا له وقال لها خاتمي يعني تلخوطة مع دكسات نشرك خاتم دهب ونديره الراسية وفي نتسكنه وفي عاد ونتهجير ولكن يعني ما معطاش يعني دي الأدلة بأنه فعلا تهجير فحاول يجبد مع خالها الهضرة ولكن السيد يعني الجاوب تكون عنده بحدود هنا يضطر الخالها لكي يعرف اسميته بالفعل ومعه كانوا تصور الخطوبة اخذوا واحد تصويره وبدأ البحث من المحل الخياطة يبحث كيف يكون هذا وكيف يعرف السيدة و أحد العسد قالوا أخوه واحد الشمكة وصول البارة واحد سأصبح المحل في غوة راشين يخرج على أخته ويأتي سكنان بغيل في المحل أخوها تفاجأ وكيف يفاجأ السيدة لا يمكن أن نجعل بنتهج أختي ونرى هي اخوها دخل يعني بحث مزيان في التالي يمشى عند الخياطة كيف اشتيا اخوك وجايبات يخطب بنت اختي هذه يعني عرفته الفيلم الفيلم يعني التحرق فاناية ولت هي كتغوت يعني بينت الوجهة دياله اخر ايه وما علوشنو كيف جاك اخويا وش بغيت ايه هي دملك فمك وش بغيت اخويا اخويا وهي تجوج ديك البنت عاجبا والبنت تعيك بتبغيها يعني بدات بتلك الحاضرة الصواقية اه مما فاعل ومشى قال حقيقة البنت البنت اكيد يعني التفاجأت قال له اخاريرة ما عارفه احني اخوتي قال لي احكمENTE ukissent عارفك انتي ي مثل بي بنتي اصلي قل ي ně Young Yar holandVE ta kenny uishnu anナ عيط لعمل الأشياء الأشياء وشاف البنت لا تردش عليها عيط لأبها أبها قال له انترى اشنو اشنو قال له لا امي انا اراني عندي اذك خالك هذا هو السباب ويعني تسكت ناضي تسكت ناضي لخضرة هنا اي اشنو ناضي بغاية تعرض لهذه الخالة هذا بالحسن العض الحض بأن خالها يعني ما كانش كان رجع للمنزي دياله وبدأ حط على ذلك المنزي اي واحد خرج فالحسن المنزي دائما ستجد البنت خالها تخرج الحانوت ومشى عندها براكة باحد الموس قال لها ازيد معي دابع تزيد معي دابع وليس تقوم بشجر وترغب فيه بالمداج فيه ومشطه في المنزي كل بقربات ثم يقام معها باحد الالاقاء ومن بعد اصفيها ومن بعد اصفيها قام نضي ما نضي نشد باحد الميكا ونضيها فيها ونحن نبعد على البلاثة بشكل قوى يقولون بأنه كانت مع شيء واحد وكان هذا الشيء كامل يقومه تحت المخطيرات والقرقوبة بالفعل دراف ميكا وصمتها جيدا كأنها كولية ليس لديه طاكسي يقول له كذلك الطاكسي بقوة الذي يجعل الكوليات ويجعل السيكا ويجعل الكولية كبيرة يجب أن الكولية تقيلة بحالك تتمايل فبدأت تلمسها فأشعر كأنه شيء مخطير لا يمكن أن يكون مخطيرات نرى بالفعل دراف ميكا وقف على شخص قادر وقف على شخص قادر لقد قد أشعر أن أتركه لأنها تتمنى بأنها تقلب من أجل كثيرا وكان مخطيف جدا وكان جيدا في الوقت ويرجال الشرطة أخذو الهوية وجدوا أن الشخص لديه صوابق وقفوا في الرجال قد أحده وقفوا 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 يتخلعوا كيف نحن راكمه مع السيد يعني ما هذا زمعه وشهداء تم القبض عليه ستعرف مما نسب عليه جملة وتفصيلة السيد اللي أرطت عليه هو واحد العقوبة المحكمة التي كانت قاسية جدا ويستهل يرى يستهل ما ذلك العائلة تفاجأت ما ذلك يعني يعني تقلبه لبنتك يوم خبر ما ذلك يعني كانت واحد الحالة يعني صحيبة صحيبة بزاف لعائلة بزاف شؤاد الأخت شنو ثبت يعني واحد المشكي كبير ودرس بأن رصي اللي كتعرف وبأن يعني يعني شي حاجة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس اللي يصلكم كل جديد